في جملة جميلة للكاتب المعروف فاولو كولو بيقول فيها لو كنت خايف من المغامرة وشايف انها خطر جرب الملل هتكتشف انه قاتل ديفي رفض الملل ورفض انه هو يدرس حاجة هو مش بيحبها ومقتنع بيها واختر انه يكون ممثل رغم انها مغامرة كبيرة وسعبة لكن لانه هو مغامر موهوب وزكي وطموح هو دلوقتي واحد من اهم الممثلين في السينما والتليفزيون وكمان اخذ اول خطواته في العالمية عشان كده انا سعيدة جدا انه ديفي يكون الفنان النجم الممثل الشاب كريم قاسم اهلا بيك يا كريم اهلا بيك ازايك عملي ازايك يا كريم كريم انت كنت من الفنانين المحظوظين جدا انه في اول الطريق اخذ بطولة في فيلمه مهم وفيلم يكسر الدنيا ونجاح نجاح كبير وطبعا كان فين اوقات فراغ لكن رغم النجاح الكبير ده انت قلت ان انت عاشت فترة اكتئاب بسبب النجاح الكبير اللي انت عاشته مع الفيلم ده فطبعا شعور الاكتئاب يبقى شعور بيجي للنجوم الكبار اللي هو ولا النجاح الكبير قوي ولا الفشل الكبير قوي حسيس بيحب ويحسوا بيها انت بقى حسيت بالشعور ده وانت لسه في اول الطريق في اول بطولة وانت لسه في الجمع فنمسي انك تحكي ان عاشت الفترة الصعبة دي ازاي وازاي عارفت تطلع من الاكتئاب اولا انا تجريبتي بعد الفيلم مقدرش اقول ان هي اكتئاب اكتئاب قد ما هو خوف شك وفي جزء رفض اللي بيحصل ان انا مش مصدق ان انا في السن ده في اول فيلم بعمله ايه ده انا نجحت وانا عندي 19 سنة طب what's next يعني ما هو ففي خوف برضو لان انت لما بتنجحي دي مسئولية وكمان كنت خايف من الاحساس بتاع ال ان انا عملت حاجة كريم انت عملش حاجة انت يعني اه حطيت رجلك في الصناعة وده ادركته بعد سنين بس انت فعليا ما عملتش حاجة يعني عشان تبني يا كرير لازم تعمل مشاريع كتير ومشاريع كتير كويسة وده اللي كنت بحلم به وسعيت فيه بعد جده في الخمستاشر سنة اللي بعديهم يعني بس لو رجعنا للحظة دي وانت بقى حاسس بالخوف وإحساس المسئولية ومش عارف هتقدر تكامل في الطريق ده ازاي في اللحظة دي انت أخدت القرار انك تسيب هندسة وتدرس مسرح فعرفت تاخد القرار ده ازاي وإن كان بيقويك في اللحظة دي والله ما عرفش بس هو كده كان فيه إحساس أنا طول عمري أنا بمثل منه أنا في المدرسة وفي فرقة المسرح وطول عمري حلمي ان أنا بقى ممثل فلما جات الفرصة في أوقات فراغ كنت لسه بدرس هندسة على أساس ان هندسة يعني الحاجة التقليدية لأهلين برضو بيقولوها لنا وبيقولوه لنفسيهم خد شهادة تانية غير التمثيل عشان تعرف يعني لو الدنيا ما مشيتش بعدما وقات فراغ نزل وأنا كنت مضيت الماجيك وكان صراع مع أهلي شوية لأن فكرة إيه تخش الجامعة الأمريكية وأصلا يعني فينانشيلي أو من ناحية المادية كانت حاجة صعبة شوية بالنسبة لنا كان في شوية تضحيات لازم تحصل من سافرش من أعملش يعني كان عبء شوية مادي على أهلي وفعلا يعني الحمد لله أهلي لما لقوني ما فيش فايدة قلت لهم جماعة أنا ممثل مش هبقى مهندس مش هشتغل في بتاعة واصحة الصبحة ورجع عندي مش عارف إيه وأخد ما هي في آخر لا أنا عايزة أبقى شخص أنا بحب أشتغل مع الناس بحب أبقى بحب الكريتيف هو ده أنا ففي الآخر أمي الله أرحمها كانت كاتلي كده في لحظة قايتلي بص يا كريم لو هو ده فعلا 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 إنت عايزه أعمل كده والدك كان رافض الموضوع رغم أنه هو نفسه ساب هندسة عسن يدرس سينما في فرنسا وهو أول واحد قال لك بلاش التمثيل لأنه مجال مش مضمون هل ما جيتش في لحظة يعني كريم الإبن أحس أنه والده صاحب التجربة الواقعية في الموضوع ممكن يكون عنده حق بالعكس أنا استغربت لأن أبويا كان يخنقته مع أبو أبو كان أستاذ جامعة ويعني إيه تبقى فنان ويعني إيه ما عرف إيه ولأ ولازم تروح تدرس وأبويا اللي هو أنا مش مهندس فساب البلد وراح درس سينما في فرنسا فكان بالنسبالي مش قادر أفهم يعني أنت المفروض تبقى حاسس بي لأن المواقف تعكست دلوقتي وإحنا واجهنا بعض بعد سنين وتكلمنا وأبويا وكتب أقول له أنا مش فهم أنت ليه قومتني فقال لي بص يا كريم أنت وإنت صغير كنت عايز تلعب جيتار جبنالك جيتار جبنالك مدرس جيتار كنت مش عارف عايز تروح كاراتي روديناك تلعب كاراتي وقعدت سبع سنين تلعب كاراتي كل الحاجات اللي أنت كنت عايزها خلناك تعملها وإنت بعد شوية فقط اهتمامك بيها ودخلت في حاجة تانية فقال لي أنا كنت لازم أخلق لك نوع من المقاومة أو الريزيستنس عشان أنت لو فعلا أنت عايز ده فأنت هتقاوم ده وتعمله لأن لو مفيش مقاومة فبالتالي الحاجة هتجيلك بالسهل فأنا كنت لازم أبقى الفجر أو الريزيستنس دي وفعلا أنا المقاومة دي فرقت معي لأن أنا كنت قاعد متردد هل أنا هعمل كده هخش أقول إنه مبقاش عمان دي شهادة بقى من الشهادات العلية أو حاجات كده وبعد كده جي فيلم الماجيك مع أبطال أوقات فراغ لكن الفيلم ما نجحش إزاي طبعا أوقات فراغ وكان ممكن الموضوع يبقى شوية محبط بالنسبة لكم وانتوا لسه يعني يعرفين النجاح الكبير مع الفيلم الأولاني اتعلمت إيه بقى من التجربة دي حط رجلك على الأرض لا عوامل نجاح الفيلم مش إحنا بس مش المخرج بس السيناريو جزء مهم الحدوتة جزء مهم فده كان يعني آي أوبنينج شوية وفي نفس الوقت خدنا إكسبرينس برضو يعني بتعملي فيلم تاني كتيرة بتخلي الفيلم ينجح ومش بس الممثل ومن ضمن العوامل دي طبعا الإخراج ودايما الممثلين بيقولوا إنه جزء كبير من نجاحهم بيرجع للشغل اللي بيشتغلوه مع المخرجين اللي هما بيشتغلوا معهم لأن الممثل بيبقى حاسس إنه هو أكنه داخل غابة ضلمة مش شايف غير خطوتين لقدامه هو المخرج اللي بيبقى شايف المشهد بالكامل وعارف هو ومستني إيه من الممثل يعني أنت بتدور على إيه في المخرج اللي بتشتغل معا أولا شخص يبقى عنده رؤية هو شايف المشروع فعلا إزاي ككل رؤية متكاملة بيسمع أشتر المخرجين اللي اشتغلت معاهم على رأسهم بيتر كونسيمينسكي اللي واخد اتنين بافتا أورد أحمد عبدالله اللي اشتغلت معا في ليه الخارجي طرق العريان أستاذ طرق العريان ثلاثة بلا استثناء عندهم قدرة ليسمعوا وياخدوا نوت من أي حد أي إن كان كبير أو صغير فده اللي بدور عليه إن حد فعلا مخرج بيسمع وعنده الفلكسبلتي إنه هو يعني أو عنده القدرة إنه هو يسمع من كل الناس دي ويطلع بحاجة كمان أحسن مس إيه أهم الحاجات اللي تعلمتها من المخرجين المهمين اللي انت اشتغلت معهم تعلمت أهمية إن هما يسمعوا أهمية طبعا التحضير أهمية إن هما يقوموا مذاكرين كويس قوي هما بيعملوا إيه تعلمت منهم هم هم هد إيه بيضوا ثقة أصلا للناس في الإنفيرومنت اللي هما بيشتغلوا فيه المهمة جدا المخرج هو فعلا هو مدير الإنتاج بيبقوا يعني الكابتنز بتوع المركب فهم اللي بيستوا أو بيحطوا التون بتاعت في اللوكيشن تبقى عاملة ازاي اللوكيشن بيبقى هادي ازاي الناس تبقى منظمة ازاي الكالبر الناس اللي شغالة عارفة شغلها professional قد ايه وطبعا الجزء الانساني المهم اللي بيحصل ما بين المخرج والممثل او الممثلين قد ايه حبهم للممثلين قد ايه عارفين ان الناس دي اهم جزء من المنظومة بس هم جزء مهم جدا لان الممثل لو ما نقلش الحالة بعناق للجمهور يبقى كل اللي احنا بنعمله ده ما لوش ايه ثلاثة لازم وانت قلت ان انت لو ما كنتش ممثل كنت حادث تبقى مخرج لانه يمكن من كنت ما انا اشتغلت مع ممثلين كتير يمكن حاسس بمشاكلهم اكتر من اي حد ايه هي ده من اخاوف الممثل يعني طبعا طبعا انا بدا اكلم عن نفسي وانا عارف ده عن ممثلين تانين كتير فكرة الشك انه طول الوقت مهما انت كنت شاطر واسمك كبير او عملت حاجات او 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 ممكن توصل لمرحلة انت مش واصق في نفسك وانا في رأيي دي حاجة مهمة وصحية لان الممثل او اي انكان اللي بيعمل اي انكان هي الشغلانة واصق في نفسه قوي وبالتالي هيوصل لسقف هيبراتوفي لو انا احسن حد بيعمل خلاص دي بداية النهاية بس طبعا شك كتير او او في النفس ممكن يضر فهي حاجة كده يعني يعني زي ما بقولك نرجع برضو المخرج لازم يخرق الفوكات ويقولي انت شايف ايه طب كذا لا هنا كذا طب كذا بيحصل كده او انت تكلمت عن نقطتين مهمين وهو الشك والخوف وكلامي بيفكرني بممثل فرنسيوي اسمه الان نافيت كان بدأ ممثل ماصرح وبعد كده بقى ممثل سينما وتلويفيزيون كان بيقول انه الممثل دائما عايش في حالة خوف قبل ما يجيلوا الدور اللي هو نفسه فيه بيبقى خايف ما يجيلوا ش الدور لما بيجيلوا الدور بيخاف ان هو ما يقدموش بالطريقة اللي هو بيحلم بيها لو قدبه بالطريقة اللي هو بيحلم بيها بيبقى خايف الفيرنا ينجح ولو نجح بيخاف انه ما جلوش دور حلوة زي اللي عمله فلازم بالنسباله الممثل يصاحب الخوف حاسس ان انت دلوقتي ابتدت صاحب الخوف بقيت عرفت عمل معا احسن لان طبعا هي فعلا بصاحبك طول الوقت الخوف في كل المراحل والشاك وفكرة امت شغلانك جاية طب شغلانك جاية تبقى حلوة اللي فاتت طب هل مش عارف ايه طب انا نفسي اعمل كذا وفيه ظروف تانية خارجية اكبر مننا ما نعرف زي مثلا فجأة ايجي الكورونا فالسينما تقف احلامنا او مشاريعنا بتقف كمان الخوف بيزيد فيه حاجات كونية ممكن تتدخل في فشل الكريم بتاعنا انا طول الوقت في ستراجل معا طول الوقت في ستراجل ان انا هل انا اوكي انا مرعوب انا مرعوب ان انا مثلا ما اشتغلتش بقى لي فترة او مرعوب كذا بس بقى فيت شوية الحكمة مع الوقت ان اوكي انا بقى لي 15 سنة شغال انا مريت بالحاجات دي على مدارة 15 سنة كتير قوي وبالنسبة لي الكرير بتاعتي من ناحية سواء كرير حتى على المستوى الحسيس او المشاعر زي البندلم كده بتاع الساعة تطلع 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 انت تبقى كويسة قوي وحاسة اه حاجزه العالم وهبقى عظيم والأفلام والحاجات والمشاريع ده الواحد اللي بيبقى شغال في حاجة هو يحبها جدا وبعد الجدرى ما بيخلص بيبدأ ينزل بالراحة بالراحة جدا بحس ايه ده؟ هو فيه ايه؟ فيه كمان post production depression ده بيحصل اللي هو الواحد بيبقى في عالم خيالي وعيش الشخصية ومبسوط اللي هو حاسس ان انا في حلم لا انا استحالة اكون انا في المكان ده ومستمتع والناس وعيلة والمصورين بالمخرج كله 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 كلنا كده عاملين زي عيلة مع بعض لمدة شهرين ثلاثة وفجأة بترجاعي الحياة روتينية فيش ايه حاجة بتحصل بعد يروح النادي يروح الجيم يعمل ايه حاجات ينزل شوف اصحاب فيش ايه حاجة بتحصل ففيه post production depression بتحصل دايما اللي انت بتتكلم عنه اللي هو post production depression او حالات الانتظار اللي ما بين مشروعه والتادي يعني كتير من المواصلين بيمروا بيها طب ايه احسن طريقة اكتشفتها عشان تقدر تعدي بقى المرحلة الصعبة دي بتاعت الانتظار اولا اشغل نفسي واشتغل على نفسي العب رياضة بحب الرياضة جدا بقى انواعها بقى كورة مارشل ارتس راح الجيم ساعات بس مش قوي يعني بحب اسافر واريكوناكت يعني واريكوناكت مع الناس وفي نفس الوقت ابدأ اطور من نفسي لو في ورشة تمثيل باخد ورش تمثيل في ورشة انتاج بقى روح اخد ورشة انتاج في مش عارف كورس ايه بروح اقامل كذا يعني احاول اتفالب ميسالف بقين كان الطرق اشتغل على بروجيكت مع حد تاني نقط نكتب يعني عايزة اكلمك بقى عن فكرة الورش لان انت من المؤمثلين المؤمنين جدا بفكرة الورش وانت قلت ان انت رغم انك درست مصرح في الجامعة الامريكية لما سافرت بره اول مرة عشان تاخد كورسز ووركشوب حسيت انه لسه محتاج ادوات كتير عشان تحس انك ممثل فهل ده اللي خلاك انت والممثلة على رجدي يتفكروا ان انتو تجيبوا واحد من اهم الاكتن كوتش او مدربين التمثيل جيرل جينز يجي مصر يدرب بقى المماثلين الموهوبين الشباب زيكم ولا الفكرة جات ازاي بصي هي الفكرة اتولدت على كذا سنة لان احنا انا كنت صغار ساعتها كان عندي 23 او 24 وكنت خدت ورشة مثل اكتنج مع مدرب تاني كان جي مصر كانت للبروفيشنال اكترس وانا كنت الوحيد الصغير كان فيها نجوم زي احمد حلمي منازكي فالد الصوي ناس دقيلة جدا وانا كنت عائل صغير يعني من الجيري الجديد ما كانش فيه كتير ومحدش كان مهتم بعد كده عولة رجدي كررت تجيب حد عملت ورشة صغيرة كان فيها سبعة انفار انا وعمر عابد واحمد داود وعولة وكذا حد تاني وانجي ويجدان كمان ساعتها كمان زي من او بس انها لم تفعلها لم تفعلها لم تفعلها لم تفعلها انا عرف ناس تحب وتيجي ويتعالي يلا ننظمها بقى بجد فابتالينا فعلا ننظمها وانا الفيجين بتاعتي كانت اوكي طب انا من جيلي بروح اتدرب والحمد لله عندي امكانيات ان انا ممكن اسفر بره اتعلم بره وبتاع بس انا مش هغير الكونسبت او هغير الصناع الوحدي لازم انا ومجموعة كبيرة جدا من الممثلين يبدأوا يشتغلوا بطريقة مختلفة غير الطريقة اللي احنا ممكن نقول كنا متعاودين عليها في التلفزيون مش نيه وحشة بسيب بتتطور مع الوقت التمثيل بتطور لما بنيجي نشوف دلوقتي في نتفلكس ونشوف المسلسلات الاسباني ونشوف المسلسلات الهولندي اين كان الناس وصلة في حتة تانية خالص والانجليز برضو طبعا في التمثيل عندهم ويشتغلوا على الصوت فحسيت لأ انا طبعا اكبر عايز اغير المفهوم التمثيل وعايز اعمل كده فبدأنا نشتغل على صغير كل سنة بننظم ورشتين او ثلاثة سنة 2019 نظمنا ست ورش مع جيرالد جيمز جي مدرب جيرالد جيمز مدرب اكتر من ثلاثمائة وخمسين ممثل وممثلة في العشر سنين اللي فاتوا دول حوالي تلتهم او نصهم بيشتغلوا دلوقتي سواء في ادوار كبيرة او ادوار صغيرة في السينما ومسمعين فذلك يجعلني ان انا خلقت كده جيل او ساهمت انا وعولف ان احنا نخلق جيل كده من الناس تشتغل على نفسها بتطور من نفسها عشان نواكب اللي بيحصل في العالم بس دي حاجة تحترم جدا لانه كان ممكن يبقى فكرك فكري اناني اكتر انت تروح تاخد الورش دي ويعني مش مهم الباقية فما خفتش من المنافسة حتى ان كان في لحظة ان هم لما يبقى فيه ناس اكتر بتتدرب حيبقى فيه ناس اكتر كومفيتنت ده ممكن يبقى تفكير بعد الناس بيش بقول انه ده تفكيرك ووضح انه هم مش تفكيرك لا المنافسة مهمة جدا عشان كلنا نطور من نفسنا لانه مفيش منافسة وما هتحط نفسه كده وبعدين في دواقر كتير وفيه اندوستري كبيرة تستحمل كل الممثلين دول واكتر كمان فبالعكس بس الهدف الاهم ان احنا كممثلين مصريين نبدأ بقى وده اللي بيحصل دلوقتي مع عحمد مالك وامير المصري ومعي ومع غيرهم غيرهم فيه ناس تانين جايين بقوة والبنات كمان نبدأ نقول للعالم يا جماعة مصر فيه ممثلين كويسين ونعرف نشتغل على مستوى انتوناشل واحنا بروفاشنال جدا ونعرف نشتغل في حاجات برا ونشتغل على نفس المستوى بتاع الممثلين التانين ممكن نبقى احسن وانت اشتغلت فعلا في مشاريع اكنابية ان كان في مسلسل دوستيت او في المسواحي اللي هو انتاج مصري لكسنبورجي فاكتسبت ايه كممثل من ان انت تعملت مع ممثلين ومخرجين من جنسيات مختلفة بصراحة او الخبرة اللي انا اخدتها من المشاريع دي بالنسبالي يعني لا تقدر بمال يعني احنا ما روحت اشتغلت في انجلترا ده كان بالنسبالي اكبر صدمة انا عرف طبعا الانجليز قد ايش الطار في الانتاج وقد ايه منظمين بس اعرفت يعني ايه نظام توداكشن بالدقيقة بيجي للأردر احد ما بيستناش بيبقى حاسبين كل حاجة بتجهزي في قد ايه حاسبينها من قام البروفات هدوء تام احترام تام لكل الممثلين وكل العاملين حتى الكمبارسات كله وطبعا لما شفت اشتغلت مع الممثلين الانجليز اللي كانوا في دي ستيت شفت ازاي هما بيتعاملوا مع نفسهم او يعني كممثلين يعني او زاي بيتصرفوا قد ايه بياخدوا قالهم من صحتهم بينامو كويس قوي بيتعاملوا كأنهم اثليتس مثلا او ناس اعرفها زي لعبت الكورة او البسكت او كده في النوادي لا فيه نظام غذائي فيه نوم في جيم فانبسطت جدا 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 عملنا حيات لزيزة جدا مع معك بروح عامل معهم مارشل ارتس ساعات اكتشفت وانا مدخل ان انا يعني يونيك بروح اتدرب مارشل ارتس حاجة واحدة هو شاطر فيها لانه لو هو معتمد مثلا من مميزته انه هو شكل وسيم حيلاقي لشكله اخلى منه فكلامك ده بيفكرني باهمية انه الواحد يبقى عنده مميزات كتيرة ويشتغل على سكلت زي ما انت قلت بس عايز اسألك على حاجة كمان يعني انت يمكن الحظ خدمك في الاول انه وصلك لبطولة لنجاح من بدتي لكن انت في دلت مستمر ومحافظ على مكانك وبالعكس بتتطور شايف ايه اللي ساعدك ان انت تحافظ على مكانك في وسط المنافسة فيه جديدة والفرص فيه قليلة يعني فيه جزء كبير حظ يعني ان انت موجود في المكان الصح في الوقت الصح بس كمان انا انا كان ليا مكان في الصناعة حاسس يعني لما ببص الوراء احنا الصناعة بتاعتنا مش كبيرة قبل زي ما احنا او انا كنت متخيل وانا صغير لما روحت اشتغلت برا لا اعرفت احنا حجم الصناعة بتاعتنا ايه ومش قليل اهم صناعة في الميدل ايست بس مش كبيرة قوي فلا حاستنا انا كان منطقي ان انا اشتغل وابقى موجود وابقى متواجد وعلى فكرة يعني النجاح ده مكانش كده كان لا فيه افلام عملتها ما ظهرتش اصلا للنور فيه افلام مشاريع عملتها نجحت جدا قصرت الدنيا على المستوى التجاري بس انا محبتهاش مثلا انا مش بحاول اشغل نفسي باللي بدلوقتي قوي قد ما انا انا عايز اوصل لايه قدام او ايه الفيجين لقدام فبحس ان الحاجات دي نوعا ما بت تكونكت مع بعض ايه اللي شجعك انك تخش بموضوع الانتاج واتعلمت ايه من التجربة دي كلها عايز اقولك يعني انا التجربة دي بالنسبالي هي لسه مخلصتش لان احنا لسه مخلصين فيلم بس رحلة تقديم المهرجانات فدي رحلة سنة بس انا اتعلمت كتير قوي من التجربة دي اولا انا كنت شاركت في انتاج لي الخارجي الجوز اصغر والفيلم ده قبل ما اروح اعمله انا قريت السيناريو قلت انا عايز اعمل فيلم رحت خدت ورشة انتاج مع محمد سامير هو زو بروديوسر اللي هو انتاج اخر فيلم لمحمد خان اللي هو فتاة المصنع وكت رائعة وكت فعلا محتاجها قبل ما اخرش اصور وصورت بعدها بشهر دخلت على طول صورنا الفيلم في اربعة ايام اتعلنت كتير قوي اشتغلت كل حاجة في فيلم ده اشتغلت طبعا انا الممول والمنتج واشتغلت بتاع بوفيه واشتغلت بتاع رانر انتاج واشتغلت كل حاجة بس فعلا كان بحب كانت تتاقط حب موجودة جدا في اللوكيشن الناس كلها حابة المشروع حابة تشارك حابة تقف جنب انا وعمر جدا يعني معظم الناس كانوا اصحابنا فتعلمت تعلمت حاجة كتير اوه تعلمت ان حب الناس ده حاجة مهمة جدا وان انا اعرف ناس كتيره في مواقع كتيره جدا شطار وكان عندي هدف عايز احققه في الفيلم القصير ده شوية زي اللي انا شوفته في لكسنبرغ وشوية زي اللي انا شوفته في انجلترا ان انا عايز اخلى انفارمت بس ايجابي جدا 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 الناس تبقى مصطفيق مع ان ان احنا بفيش فلوس يا جماعة يعني فعلا انتجنا بفلوس العلا جدا بس اما تجي تفرجي على الفيلم الناس مش بتصدق الناس بتقول ايه ده انتوا قتاكتوا الفيلم ده بقد ايه ايه ده شكله متكلف هو فعلا 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 معمول بمجهودات ناس مؤمنة بالمشروع الناس تلنتت جدا 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 في كل الاقسام سواء اخراج سواء صوت سواء ساوند ديزاين احنا جبنا ساورة قدوري اللي هي عملت الساوند ديزاين بتاع ما وراء الطبيعة تعلمت طبعا ان عمر مخرج مهم جدا جدا وقادم بقوة يعني كنت قريدي مؤمن به عش كده انتجت الفيلم لان شفته هو اخرج كم حاجة صغيرة وكان اخرج مسرح وبيشتغل على نفسه وبيطور من نفسه تعلمت ان لا ان انا فعلا حسس ان الانتاج دي يمكن اقرب لي اكتر من الاخراج لان بحب اتعامل مع الناس بحب اخلق بوستيب انفارمنت بحب ان انا اشتغل بشكل منظم وحابب جدا ان انا ادخل الماينسات شوية او الفكر الانجليزي واللوكسنبورجي والبلجيكي في طريقة الانتاج نفسه طب ايه النصيحة لك وتتمنى ان حد يديها لك قبل ما تخش بقى مجال الانتاج هو بصراحة انا طول الوقت بقبل الناس عندها اكتر مني بتديني نصيح مفيدة جدا وتفرق معي حتى في حاجات بسيطة تكنيكل بس لسه ما سمعتش النصيحة اللي هي بس غالبا انا عارف ايه هي ايه هي بقى ايه اللي دخلك يا ابني في الليلة دي فكك من الانتاج وركز في التنسيل بس اكيد يعني حد وده اللي ممكن اقدركه بعد 20 سنة وانا قاعد مفلس وقاعد تحت كوبري 26 يوليو لا لا بالعكس احنا يزنك تكمل في الموضوع ده طب ايه النصيحة اللي كنت تتمنى بقى انا حد يديها لك في مجال التنسيل ان هي الكرير مش كده هي كده فهو دي فعلا يعني خبطت في الجون يعني فبس انا ادركته مع الوقت يعني في اسكنيزة اسمعها اكتر شوية قبل طب ايه النصيحة انت اسمعتها كتير وحاسسناها مش مفيدة خالص وممكن تكون بتعطى للممثل اه فيه نصيحتين سمعتهم انتشر يا ابني زمان بس انا حاولتها انتشر بالروحة ايضا 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 فا ايثنك ده برضه ساهم في وجودي لحد دلوقتي انا متخيل لو كنت عملت كمية الافلام اللي اتعرضت عليها وانا صغير ممكن شابع موجود دلوقتي وبتاعت اعمل مشروع تاني على جنب غري التمثيل عشان هتتعبوا بعضين وده يمكن يكون حقيقي ويمكن ادرك ان ده حقيقي بس انا فعلا 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 عمري يعني ما قادر اقسم نفسي واروح مثلا افتح كافية اوفتح مطعم زي زملة كتير بيعملوا ده وبينجحوا بدا بس في الاخر انا حاسس اوكي التمثيل لوحده مش كفاية فانا هستثمر في بيزنس تاني على جنب وهو نفسي كمنتج بي ممثلة محباها جدا 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 وهي يعني كانت شفت لها انترويو في مركان القارة طبعا الهام شاهين أستاذ الهام شاهين هي بتنتج لنفسها فلما قالوا لها كانوا بيسألوا أسئلة كده لها العبيطة بتاعت راد كاربت دي أسئلة أسئلة منها كتير جدا تفهة بس هي ردت رد جميل أولا هي بتقول ايه أكتر حاجة صرفتي عليها فلوس واشتريتيها فقالت لها أنا مصرفش فلوسي غيري على أنتج أفلامي يعني يعني قلت لها طب عندك فلوس أو حاجة قلت لها لا ما عنديش فلوس خالص لأن صرفت كل فلوسي على أنتج الأفلام تحسيت أنا عايزة بهذا الشخص يعني لو أنا أكون صرفت كل فلوسي يعني أن أنا أنتج أفلام حلوة بحبها بتروح مهرجانات وفعلا طبعا الهام شاهين مش طبعية في الفيلم كمان اللي طلع فيه ده حظر تجول تجول مش طبعية فأوزك دهت سكريرا ما أوكي وف طب خليني أسألك لو دلوقتي بتحضر لأي شخصية أكيد بتسأل نفسك أسئلة كتير الشخصية دي الصراع الداخلي بتاعها بتدور على إيه بتهرب من إيه فخليني أسألك شخصية كريم آسم إيه الحاجة اللي بتحركك؟ إيه الحاجة اللي بتهرب منها؟ وإيه الحاجة اللي بتدور عليك؟ لا دلا كده قاعد في قاعدة سيربي بقى أنا هبدأ سيربي معتكم يا جماعة إيه الحاجة اللي أنا بهرب منها؟ وإيه الحاجة اللي بتحركني، حب، اتجاه مشروع أو شخصية أو حتى إن أنا أشتغل مع ناس يعني بحبها ساعات كتيرة بيهرب من المواجهة، بحبش هتخانم بحبش الكونفلكت، أول ما حس إن فيه دراما أو كده بختيفي خالص بس ده مش بيسبب لك مشاكل؟ طبعاً علاقات كتيرة جداً بتقف بسبب الموضوع ده اللي هو أول ما يبقى فيه خناقة أجري بس أنا بشتغل على ده ده دلوقتي وعادي بوجه وأقول يعني أنا عندي مشكلة مع كذا أو أه عنك مشكلة مع كذا فبدلاً ما أجري أسمع يعني بدور طول الوقت إن أنا فعلاً وأنا بشتغل بحب اللي أنا بعمله وبحب المشروع اللي أنا بعمله والناس اللي أنا شغال معهم لأوقات كتيرة في الظروف معينة وصلت اللي أنا مش مستمتع باللي أنا بعمله وحس إن أنا موظف يعني بدون ذكر المشروع بس فيه مشاريع بالذات في رمضان الواحد بيبقى تحت ضغط بيشتغل لـ 24 ساعة و 28 ساعة و 36 ساعة بقى الشايف قدامه لازم يخلص بسرعة فدي أوقات ما أحس فيها لا this is not what I signed up for أو مش ده اللي أنا فعلاً كنت عايزه لأن مردود على صحتي وحش جداً في أجام حتى نظري ما كنت شايف أنا مش شايف الممثلة اللي قدامي أو مش شايف الشخص اللي قدامي شايف له وروحت كتشفت إن عيني نشفت لأ عايز أروح اللوكيشن حس إن أنا مبسوط حابب اللي أنا بعمله في أوقات طبعاً الظروف بتبقى صعبة جداً بس الواحد ستل بإنجويت معين الظروف صعبة جداً كريم والدتك كانت أكتر واحدة إلا إرحمها بتشجعك ووقفة جنبك وفخورة بنجاحاتك فإيه المشهد أو اللحظة اللي أنت كنت تتمنى إن هي تبقى موجودة معك فيها لأ لحظات كتيرة جداً طبعاً هي الأسف إحنا فقدناها من سبع سنين بس في لحظات كتيرة جداً كنت نفسي تبقى معي فيها وكنت عارف إن هي هتبقى فخورة لأنها كانت تتمنى لي ده فكان نفسي تبقى موجودة معي في يعني طبعاً في الستيت لما رحته لما تعرض وروحت للعرض بتاعه في إنجلترا سواح برضو لما خدت التجربة يعني متخال أكيد كانت هتبقى مصوتة وفخورة بقية فيلم زي الأدرز الأولاني أو الثاني ومن هما حقاً ونجاح وفيلم الليل خارجي وجوده في ترونتو ومشاركيتي بي ووجوده في مهرجان القاهرة فطبعاً كان نفسي تبقى موجودة في العرض هذا كان بالنسبة لي من أحلى اللحظات اللي هو في ألف شخص في القاعة فوق بعض فيلم المصري الوحيد في مهرجان القاهرة 2018 مع الظروف ودنور قطع أصلاً على الريد كارت لأن الدنيا كانت بتمطر بس نسكت موجودة كثير جداً فيلم خدري أكشن مش طبيعي يعني أنا عيبت في الآخرية كنت متأثر جداً أنت قلت لو جينا نبص على أي ممثل شاطر هنكتشف أنه هو 30% منه موهبة و70% هو الشغل المستمر والتدريبات والورش وأنت طبعاً واحد مؤمن جداً بفكرة الورش فده بيخليني أسألك يعني إيه الأدوات أو المهارات اللي أنت كنت تحريس جداً أن أنت تكتسبها عشان تزود فرصك في النجاح كممثل أولاً أحاول أتعلم تكنيكس بقدر الإمكان سواء مثل أكتنج تشتغليه على نفسك من الحاجات الجواكي تبقى حقيقية فكرة البيينج أن أنا بقى موجود في المشهد مش بمثل أن أنا في المشهد لأ أنا موجود في المشهد فده كان تكنيكس صعب ده بقى لناس سنين بنشتغل مع جي فالطول الوقت أحاول أخذ أزماني تكنيكس كتيراً لأن أنت على حسب أو يعني أحاول أكتسب تكنيكس كتيراً على حسب المشروع وعلى حسب الشخصية ممكن تلاقي نفسك بتستخدمي حاجتين بس أو ثلاثة من التكنيكس الكتيرة دي بس في الآخر أنت طول الوقت عايزة أبقى معاكي طول بوكس ساعة تبقي عطلانة في المشهد مش عارف أخش عليه إزاي خلاص أشتغل بالألمنت أنا فاير ووتر مثلاً أو نار ومية أنا عارف دي كونسبت شوية ممكن بس أنا ممكن أشتغل على ده بحاجة فيزيكة أو أن أنا أشتغل على حيوان مثلاً يبقى تعبان أو أن أنا أبقى أسد أو أن أنا أبقى زئب أو على حسب المشهد عايز مني إيه فأنا أشتغل على حاجة المشاهد ما عارفش أنا بشتغل على إيه بس هي بتطلع مني حاجة تانية وأنا طبعاً بشتغل عليها بسكيل أليل يعني بشتغل عليها بسكيل كبير تبقى أوفر وعدة صغرها 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 لحد لما تبقى يعني فده اللي بنحاول يعني نعمله يبقى معانا طول ستول الوقت حاول أشتغل على اللغة حاول أشتغل على أكسنتس بس طب إيه الحاجة اللي أنت عايز توصل لها حاجة كتير بس مش عايز أتكلم عنها كتير قوي مع السن ومع الوقت بتتري تكتشف كل ما تكلمي أقل عن الحاجات اللي عايز تعمليها باش بتحصل الأنرجي بتاعتها بتبقى متخزنة جواك يعني مع الإكسبيينس دي ودلوقتي داخل على 16 سنة تمثيل تفتكر اخترت المهنة دي ليه؟ التمثيل بيدفلك إيه كبني آدم وكإنسان؟ أنا شخصيا يعني مش قادرة تخيل حياتي من غير مصرح أو من غير تمثيل مش أنا اللي اخترت هي اللي اخترتني واخترتني من وانا صغير من غير ما بقى عارف لانا ما دخلت في فرقة المسرح وانا صغير كنت مهووس بدا وبحب بدا وكنت بعمل سنة سلافسكي وانا مش عارف ان ده سنة سلافسكي بعمل تدريبات وحاجات كده فكبرت بقيت بحب ده وحاسس ان ده جزء مني ومش قادرة تخيل حياتي غير كده اشتركوا في القناة شكرا